موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم وأهلا بكم في آخر طبعا نصديفه في هذه الحلقة السيد معز كراجا كاتب وباحث فلسطيني للحديث عن التطورات الفلسطينية أهلا بك سيد معز سنبدأ من البرازيل والخطوة التي اتخذها الوفد الأولمبي اللبناني بمنع الوفد الإسرائيلي من الركوف الحافلة والصعود إلى مثل الحافلة التي كانت تقله كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ بفضل إذا نبدأ من إطار نظر عام هذا الحدث يأتي ضمن إطار محاربة التطبيع مع إسرائيل وأنا بفضل أن نبدأ من إطار نظري وتحديدا أن نفهم الرؤية الإسرائيلية لموضوع التطبيع وتحديدا نربط التطبيع بالسلام لأن السلام هو المظلة الأساسية التي من خلالها بدأ الحديث فلسطينيا وعربيا عن موضوع التطبيع مع الاحتلال ما قبل السلام كانت العلاقة واضحة هناك صراع عربي إسرائيلي وهناك نضال ومقاومة ضد احتلال عندما بدأت اتفاقية كام ديفيد وتحديدا الحجر الأساس كان اتفاق أوسلو هناك بدأ الجدل كثيرا حول موضوع التطبيع وكيف تكون العلاقة مع إسرائيل ومع الاحتلال الإسرائيلي هل تكون علاقة طبيعية أو نذهب باتجاه تطبيع العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي المهم هنا نفهم الرؤية الإسرائيلية للموضوع إسرائيل لم تكن معنية منذ بداية توقيع اتفاق أوسلو والدخول في عملية السلام مع الجانب العربي بشكل عام لم تكن معنية فعليا بالتوصل لاتفاق السلام لا سبب بسيط أنه طالما الاحتلال بعقلية والسيكولوجية طبعا قادر على السيطرة على ما يحتل على الأرض لا يمكن أن يعطيك ما تريد طالما هو يستطيع وعندنا موذجين فقط في كل الحالة العربية إسرائيل تخلت فيها عن الأرض هي بعد حرب 73 لأنه كان هناك حرب وكان هناك إنجاز والحالة الأخرى هي في التحرير بعام 2000 في جنوب لبنان ما تبقى مثلا إذا أخذنا نموذج الموضوع الفلسطيني منذ عشرين سنة هناك مفاوضات وهناك مد وجزر ولكن في النهاية إسرائيل تسيطر على كل شيء بالعكس يعني خلال عشرين سنة الماضية تضاعفة الاستيطان وطوة وبنية الجدار وتمت السيطرة بشكل أكبر على تفاصيل الحياة الفلسطينية بالتالي الرؤية الإسرائيلية لموضوع السلام هو بوابة لبناء علاقات طبيعية مع الجانب العربي والفلسطيني بشكل خاص في ظل الإبقاء على الاحتلال هذه هي الرؤية وهذه هي الهدف الإسرائيلي بشكل أساس من موضوع السلام وهذا يفسر رفض المبادرات المطروحة من المبادرة العربية التي يصر عليها العرب بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية يعني لو أخذنا سياق المبادرة العربية عندما ترحت خلال الانتفاضة الثانية يعني تخيل كيف حتى تفهم كمان أيضا نفهم معا كيف الطرف العربي يفكر وكيف الطرف الإسرائيلي يفكر كان عندك المبادرة العربية ترحت في سياق انتفاضة كانت انتفاضة عنيفة جدا وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعاد اجتياح الضف وقام بعملية الصور الواقع وعملية القتل والتهديم والقصف التي تمت في الضفة الغربية بأذا قلوقت ردة الفعل العربية كانت وعند حسار عرفات بدلا أن يكون هناك ردة فعل عربية قوية إلى حد ما فيها شدة ما بين قسين على الأقل من جامعة الدول العربية تم ترح مبادرة سلام تخيل أنت تهاجم وزعيمة ياسر عرفات يحاصر وفي المقابل أنت تأتي بمبادرة سلام وعلى رأس مبادرة سلام كان المقايدة واضحة تماما وكانت بمبادرة سعودية أن نطبع العلاقات كاملا مع اسرائيل في حال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وكانت الرفض التام من أراضي سبعة وستين وكان الرفض التام لأن اسرائيل هي القوية على الأرض والقوي هو الذي يقرر والطرف العربي عندما يواجه القوة بمبادرة سلام وباقتراح تطبيع معنى أنت غير قادر على المواجهة يعني أنت تعطي رسالة للطرف الآخر للإحتلال الإسرائيلي أنك غير قادر على مواجهته فبالتالي هو مطمئن طالما أنت غير قادر على مواجهته فهو يبتزك للحصول على تنازلات أكثر ونحن نعلم أنه هم طرحوا وقتها أرئيل شارون وضع حوالي عدد من الملاحظات حتى أفرغها أكثر مما هي فارغة المضمون هلأ بالتالي إذا باللاحظ على مدى العشرين سنة الماضية تحديدا منذ توقيع اتفاق وأسلوح حتى اليوم الذي حصل كالتالي أنه فعلا تم اختراقات معينة في مجال العلاقة ما بين الطرف العربي والطرف الإسرائيلي يعني إذا بننظر للثقافة العامة اليوم الموجودة بشكل عام ما بين الطرف العربي والإسرائيلي إذا بنتابع المصطلحات الموجودة على الإعلام العربي المفاهيم التي تقال نجد أنه يعني كل المفاء يعني هو التطبيع مش فقط علاقة ومش فقط اجتماع على طولة واحدة أو في مؤتمر أو في مكان ما التطبيع هو حتى العلاقة السيكولوجية النفسية النظرة ما بينك وما بين المحتل الذي يحتل أرضك ويحتل بلدك ويحتل وطنك هذه هي بتكون نتائج تطبيع العلاقة إذا بتنظر لمفردات وأحاديث وثقافة وخطاب العربي اللي كان موجود من الستينات والسبعينات لحتى بداية التسعينات وتقارن بالخطاب العربي الإعلامي الثقافي اللي موجود اليوم لا يوجد مقارنة لا يوجد مقارنة على الإطلاق حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنه واللغة حتى اللغة في النقاشات يعني حتى الذي يرفض السلام اليوم للأسف يعني حتى الذي يرفض مش السلام ولكن أقصد حتى الذي يرفض هذه التنازلات اللي بتحصل على المستويات الرسمية سواء الفلسطينية أو العربية باللا وعي عندما نتحدث اليوم نستخدم مفردات إذا حللنا مضمونها هي مفردات تطبيعية. إذا بنقرأ مقالات لكتاب ولمثقفين في الصحف العربية وصحف فلسطينية نجد أن حتى المفردات التي تستخدم هي مفردات تطبيعية هل هي مقصودة برأيك؟ في جزء منها مقصودة طبعا هناك إعلام يمارس ذلك بوعي. وفي جزء وهذا هو الأخطر أصبح نستخدم هذه المصطلحات وهذه الرؤية باللاوعي طبعا. أصبح وكأنه الطرف الآخر هذا الاحتلال الذي نتعامل معه قد كسر حاجز نفسي ثقافي ما بيننا وبينه. وأصبحت مصطلحاتنا ورؤيتنا لإله مختلفة تماما. أعتقد أن هذا إنجاز حققته إسرائيل حققوا الاحتلال الإسرائيلي من الطرف الفلسطيني والطرف العربي بشكل عام. دون أن يقدم شيء في المقابل. إذا نظرنا بالنهاية ماذا قدم الطرف الإسرائيلي سواء لي بعد 20 سنة أو أكثر 22 سنة من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني أو مقابل كل ما يطرح من مبادرات عربية في المقابل لم يقدم شيء. طيب. نعم. أهمية الخطوة التي قام بها الوفد الأولمبياء اللبناني برأيك في ظل هذه موجة التطبيع التي تحدث عنها والتي تشتاح المنطقة وكأنه أمر أصبح أمر اعتيادي. ما هي هذه الأهمية؟ هذه الأهمية إذا بنا نأخذ السياق السياسي للاجتماع العام الموجود بمنطقتنا العربية حاليا هذه خطوة جدا جدا مهمة على اعتبار أنه ما بعد الأزمة السورية ما بعد 2011 أصبح هناك تكسير وتبديل لأولويات الصراع في المنطقة للأسف. بمعنى أنه وأنا حابب أقارن حتى الأزمة السورية 2011 بـ 2006. هذه المقارنة قد توصلنا لأهمية مثلا الحدث الذي صار في البرازيل وتكررت بشكل أو بآخر في فترات سابقة مثل هذه المواقف من أفراد عربية. يعني مش ضمن مؤسسات ولا أحزاب هي مبادرات فردية. ما بعد 2006 وتحديدا ما بعد حرب تموز. كان هناك تم تشكيل حالة من الإجماع العربي أن هناك أصبحت العلاقة حرب تموز أعطت ثقة كبيرة للشارع العربي بنفسه. وبأنه قادر وبأنه ممكن أن يحقق إنجاز وممكن أن ينتصر وممكن أن يسترد حقوقه كما يجب بالاعتماد على نفسه. ليس بما هو جاري الآن من خلال مبادرات وتنزلات وتطبيع إلى آخره. والأهم من هيك أن الأولويات كانت واضحة. أنه هناك احتلال ومقابله هناك في مقاومة في شارع عربي يقف براء هذه المقاومة. في حالة إجماع عربي على عنوان معين للمقاومة أو للمواجهة سواء في لبنان أو سواء في فلسطين. وهذه الحالة كانت حتى أعطت كما قلت في البداية ثقة كبيرة للشارع للشارع العربي. ولم يكن هناك أي تناقضات كبيرة فيما يتعلق مثل كما هو حصل بعد 2011 بعد الأزمة السورية. بعد 2011 للأسف قسم الشارع العربي بشكل حال. هذه نقطة مهمة جدا التي نتحدث عنها نظرة العالم العربي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بالقضية الفلسطينية بعد 2011 وما تأثير أيضا ما سمي بين الزوجين بالربيع العربي على القضية الفلسطينية. سنتحدث عن هذا الموضوع. ولكن لنرى سويا ماذا كتبت الصحافة الإسرائيلية حول خطوة التي قام بها الوفد الأولمبيا اللبناني في البرازيل وكيف علقت بعض الصحاف. إسرائيل هيوم خزي وعار أولمبيان إحدى الرسائل المركزية للأولمبياد هي الأخوة بين الشعوب عبر الرياضة وليس صدفة أن الدوائر الأولمبية الخمس متصلة ببعضها هذه الرسائل لم تصل إلى الوفد اللبناني ويبدو أنها غير سارية المفعول بالنسبة لإسرائيل ذلك أنه حتى قبل بدء الأولمبياد في ريو دي جينيرو أعاد حادث الحافلة إلى الأذهان مدى صعوبة الفصل بين كراهية إسرائيل والرياضة ليس واضحا إذا كان أعضاء اللجنة المنظمة قد حاولوا تقريب القلوب أم أن الحديث يدور عن مزحة غير ناجحة لكن عمليا تبين أن الفكرة كانت الخطأ الأكبر في مراسم الافتتاح الاحتفالية والمتمثلة في وضع وفدي لبنان وإسرائيل في حافلة واحدة لنقلهما من القرية الأولمبية إلى استاذي ماراكانا لقد فجأ الإسرائيليون برئيس الوفد اللبناني سليم الحاج الأولى يقف على باب الحافلة ويمنعهم من الصعود تذكار إضافي للنزاع في الشرق الأوسط حصل نهريه عند دخول الوفد الإسرائيلي إلى الاستاذ فحالما أعلن اسم إسرائيل عند دخول الوفد سمعت أصوات التصفيق والاحتجاج في وقت واحد في المقابل كان الوفد الفلسطيني الأكثر شعبية حيث نالت ترحيبا كبيرا جدا عند دخوله هاريس روسيا اعترفت بأن الطائرة التي اخترقت أجواء الجولان تابعة لها اعترفت روسيا أمام إسرائيل بأن الطائرة من دون طيار التي اخترقت المجال الجوية الإسرائيلية في الجولان قبل ثلاثة أسابيع تابعة لقواتها العاملة في سوريا مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع قال إن روسيا أوضحت أن اختراق الطائرات للمجال الجوي الإسرائيلي لم يكن مقصودا بل نتيجة خطأ بشري ارتكبه مشغل الطائرة اختراق الطائرة من دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي كان الحادثة الأخطر بين الجيشين الإسرائيلي والروسي منذ قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوات إلى سوريا بحسب كلام المسؤول الإسرائيلي الكبير فإن حادث اختراق الطائرة كان موضوعا مركزيا في المحادثة الهاتفية بين رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو والرئيس الروسي في الثالث والعشرين من يوليو بعد ستة أيام على الحادث الخارج عن المألوف حيث لجأت إسرائيل للمرة الأولى إلى إطلاق النار على طائرة تشغلها القوات الروسية في سوريا هل كانت مقصودة برأيك من قبل المنظمين للاحتفالات الأولمبية العلعاب الأولمبية وضع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في حافلة واحدة يعني هي تبقى تكهنات قد يعني غير مستبعد أن تكون مقصودة بهدف لأنه حتى ولا أستبعد أن إسرائيل تكون رائبة بأنه يحدث مثل هذا لأن إسرائيل عادة تستثمر أي مناسبة دولية أو تظاهرة عامة موجود فيها طرف عربي ما للتقرب منا بشكل أو بآخر وهي بالحالتين أمام الرأي العام كسبانا في حال تم التقرب فعلا واختركت هذا الجدار مثلا ولو استقبلها الوفد اللبناني أو تحادثت مع الوفد اللبناني وأصبح هناك تواصل ما فهي حققت مكسب ويتم استثمار هذا الموضوع عالميا بشكل كبير طبعا يتم استثمار هذا الموضوع عالميا ويتم تحميله ممكن أكبر يعني أكثر مما يحتمل وتصبح أنه هناك تحليلات ويستخدمها الإعلام يستثمرها بوهم أذكية أحيانا في الاستثمار الإعلامي لهذا الموضوع على اعتبار أنه وقد يتم تحميلها أوجه أوجه كثيرة وفي المقابل في حال كما حدث في البرازيل ولم يتم التواصل ما بين الوفدين كمان الإعلام يستثمرها دوليا بأننا نظر إلى اللبنانيين أو نظر إلى العرب دائما يرفضونها ودائما يقاطعونها ويبدأ الإعلام هنا استخدام دور الضحية كما هو معروف وإسرائيل يعني تجيد كثيرا أمام الرأي العام الغربي تحديدا لعب دور الضحية نحن نمد يدنا دائما للطرف العربي للسلام نحاول التواصل معه ولكن هو الذي يرفضنا بشكل مستمر ففي الحالتين أعتقد أن إسرائيل استثمرت أو وستستثمر هذه الحادثة ولكن أعود على سؤالك أنه ما أهمية يعني موقف الوفد اللبناني وخاصة في مثل هذا السياق الأهمية تكمن كما قلنا أنه بعد 2011 بعد الأزمة السورية عندما تغيرت الأولويات وأصبح هناك يعني تغل الخطاب الطائفي بشكل أوسع بكثير وأصبح يعني هناك بعدما أن كان هناك إجماع في الشارع العربي على يعني حقوقنا موجودة أين موجودة ومن هو عدونا اليوم أصبح هناك يعني خلاف حول وخطاب طائفي وسني وشيي ومسلم ومن المسيح إلى آخره وأصبحت حتى النظرة إلى المقاومة التي كانت بألعام 2006 ما بعد حرب تموز للأسف تغيرت كثيرا وحتى أصبحت كل القراءة السياسية للمنطقة الآن من قبل يعني من قبل سكان المنطقة من قبل العرب تقرأ قراءة للأسف طائفية وبالتالي أصبح مثلا على سبيل المثال إذا تنظر اليوم أصبحت إيران هي العدو يعني بالنسبة وخاصة في ظل الدخ الإعلامي الخليجي بشكل خاص وأصبح وكأنه تصوير إيران وكأنه غدا ستجتاح الدول العربية وتهميش أو تأخير الاحتلال الإسرائيلي في ذيل القائمة وحتى كما رأينا يعني محاولة لإعادة توجيه البوصلة من جديد وبالتالي مثل هذه الأحداث تماما هي معادة ولكن في المقابل في مقابل هذه الخطوة هناك خطوات كثيرة متعددة يقوم بها بعض العرب كزيارة أنور عشقي وأنوفد السعودي المرافق له إلى الكيان الإسرائيلي بداية كيف تبعت هذه الزيارة يعني أعتقد أنه يجب أن لا نتفاجأ كثيرا من هذه الزيارة لأن السعودية هي يعني ليس هناك معلومات مؤكدة ولكن السعودية نعلم أنه هي يعني تاريخيا هي علاقتها بشكل أساسي يعني نعرف أنه هي تدور بالفلك الأمريكي بشكل كامل والسعودية هي يعني ليست نظام سياسي بقدر ما هي نظام عائلية بحث عن مصالحه الطيقة بشكل خاص أكثر مما هو منتمي لقضايا ولكن كان هناك مواقف جيدة مثلا الملك فيصل نعم كان هناك مواقف جيدة فيما يتعلق بقضية الفلسطين لا نريد العودة إلى التاريخ ولكن لا يمكن التعميم بهذا الشكل هلأ نحن نتحدث عن فترة تاريخية سابقا أنا نتحدث عن يعني عما نحن فيه الآن في السنوات الأخيرة ودعني هنا أذكر نقطة أكثر عندما ننظر بشمولية عفوا بشمولية أكثر للنظام السياسي العربي ما بعد الأزمة السورية يعني غاب النظام السياسي السوري وما بعد حرب العراق غاب النظام السياسي العراقي وما قبل ذلك نعلم أنه يعني النظام المصري غائب أيضا عن المشهد السياسي فإذا نظرت للنظام السياسي العربي الموجود الآن الأنظمة المركزية التي كانت دائما موجودة فيه وتقود يعني سياسات هذا النظام وتشكل ضوابط لعلاقاته الخارجية غابت بشكل بشكل تام وإذا نظرنا الآن اليوم لمن يتحكم بالنظام السياسي العربي وهو السعودية بشكل بشكل خاص ودعنا نعود يعني أشهر قليلة للسابق عندما تم إدراج حزب الله على سبيل المثال على منظمة يعني من قبل اجتماع وزراء الداخلية الخارجية العرب أعتقد في تونس اكبار منظمة منظمة إرهابية يعني هذا مسعى مسعى سعودي بشكل خاص لتغيير الأولويات يعني أنت عندما ترح هذا الموضوع في القمة الإسلامية ترح في القمة العربية أيضا في القمة الخليجية تم الحديث وتمت الموافقة على اعتبار هذا هو المسعى السياسي الرسمي لتغيير الأولويات في المنطقة بشكل بشكل كامل في الوقت الذي عندما ذهب عشقي إلى إلى إسرائيل واجتمع مع يعني حتى اجتمع مع منصق الإدارة المدنية في الضفة الغربية الذي يحكم الضفة الغربية عسكريا عندما ذهب هو لم يذهب كمدير لمركز أبحاث ولم يذهب بصفاته الشخصية كم مباركة من السلطة السعودية بشكل يعني هذا أعتقد لا تحتاج إلى كثير من الجدل يعني لا يمكن أن يذهب مواطن سعودي من السعودية إلى إسرائيل وهو عنده الشك واحد بالمليون أن النظام السياسي في السعودية ممكن أن يحاسب على ذلك هذا المستحيل وانت تعرف كيف النظام السياسي في السعودية يحكم الحياة السياسية يعني نحن لا نتحدث عن نظام عن نظام ديمقراطي مطلقا وبالتالي إذا أخذنا هذه الزيارة في السياق أشمل وهي السياق الأولويات في المنطقة العربية يعني نحن نعلم أن الآن الأولوية بالنسبة للسعودية هي ليست ليست إسرائيل هي العدو الأساسي بالنسبة لها هو إيران في المنطقة نعم طيب يعني كثيرا ما يتم الحديث عن موضوع شرعنة التطبيع ربما هو أخطر من التطبيع بحد ذاته هل تحاول المملكة العربية السعودية برأيك الذهاب بهذا الاتجاه أي شرعنة التطبيع نظرا إلى مكانتها الإسلامية هي عندما طرحت المبادرة العربية عام 2000-2001 هي من حيث المبدأ ما عندها إطلاقا مشكلة مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبالتالي هي مسألة الشرعنة أعتقد أنه في الفترة المقبلة أنه العلاقة أعتقد ستتطور أكثر إذا لم يحدث أحداث كبيرة في المنطقة وإذا بقي الخطاب الطائفي والصراع بشكل الحالي في سوريا أعتقد أنه ستخطو خطوات أكثر على اعتبار أنه ربما هلأ مصالحها هي مع إسرائيل في مواجهة الخطر الأكبر بالنسبة لها وهو الخطر الإيراني فبالتالي أعتقد أن السعودية ستحاول بشكل أو بآخر تحقيق اختراقات أخرى وقد يأتي كل ذلك نحن نعلم أن التطبيع دائما يأتي تحت مظلة مصطلحات جميلة بالمظهر العام السلام ودعم الفلسطينيين عندما ذهبوا تبعت تبريرات أو تفسيرات الوفد السعودي وعشقي ومن كان معه لإسرائيل والاجتماع مع الإسرائيليين قالوا نحن ذهبنا للتواصل مع الفلسطينيين نحن ذهبنا للترويج للمبادرة العربية نحن ذهبنا لدعم القضية وهذا كان لمصلحة الشعب الفلسطيني في هذه الأجواء سيد معز ما هو الثمن الذي قد تدفعه القضية الفلسطينية جراء هذا التطبيع وما هو الثمن الذي قد تقبضه أو تحصل عليه المملكة العربية السعودية حول الثمن نعود أو خطوة للوراء القضية الفلسطينية تدفع ثمن منذ سنوات وليس فقط بسبب السعودية وليس فقط بسبب النظام السياسي العربي أو ما يحدث في المنطقة هي تدفع ثمن بسبب السلطة الفلسطينية تحديدا وخاصة في آخر عشر يعني إذا أخذنا سياسة محمود عباس بشكل خاص الذي ترأس السلطة الفلسطينية عام 2005 منذ عام 2005 حتى اليوم محمود عباس ألقى خيار النضال وخيار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل تام يعني لم يعد موجود ضمن معادلة سياسية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأصبح سياسته الوحيدة هي الذهاب إلى التطبيع الكامل ونحن وانت تعلم جملته المشهورة أن التنسيق الأمني مقدس وتعلم كمان له جملة مشهورة عندما هدد أكثر مرة لوقف التنسيق الأمني ولكن على الأرض لم يوقف وهدد في الأمم المتحدة أنه سيعيد النظر في في اتفاقات أوسلو وبعد ذلك بفترة بسيطة عادة وأكد على قدسية التنسيق الأمني يعني محمود عباس أعتقد هو في مكان لا يسمع له ولا يمكن ولا يخطر بباله ولا يريد أبدا أن يدخل في مواجهة مع الإسرائيليين مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال يعني في فترة تياسر عرفات تياسر عرفات كان يعني يمسك العصى من الوسط هناك يعني يسير في طريق أوسلو في طريق السلام ولكن عنده محددات عنده خط أحمر لا يتجاوز وفعلا عندما رفض تجاوز الخط الأحمر هذا بعد مفاوضات كام ديفيد عام 2000 عندما رفض التوقيع على العرض الذي قدم يهود براك لأنه كان عرض يعني لا يمكن القبول به تم حسرته وتم عزله من الحياة السياسية وتم اغتياله ولكن سياسة محمود عباس هي تماما مختلفة عن سياسة ياسر عرفات هو ألقى خيار المواجهة بشكل كامل وإذا نظرت يعني أعطيك معادلة أخرى يعني مهمة جدا يعني محمود عباس أوقف المفاوضات منذ سنوات الآن يعني منذ بعد خطاب براك أوباما في القاهرة الخطاب المشهور حتى اليوم ويقول أنا لن أدخل في المفاوضات إلا بوقف الاستيطان ولكن إذا نظرت على طوال السنوات الماضية بقية العلاقة الفلسطينية الرسمية الإسرائيلية كيف تسير تسير بشكل كام يعني بشكل جيد وبشكل كامل العلاقات الاقتصادية تسير كما هي العلاقات الأمنية والتنسيق الأمنية سير كما هو العلاقات الاقتصادية التجارية والتنسيق وكل مفاصل حياتة سير كما هي إذن في المقابل ولكن أيضا في المقابل هناك شكاوى قدمت من قبل السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل ما هي نتيجتها في النهاية ما هي الشكاوى التي شكلت إزعاج بشكل مثلا الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبتها لم يقدم شيء ولم يتم الذهاب بمبادرة أريد أن أركز على مسألة أساسية السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي لا يمكن أن تدخل في مواجهة صادمة ومزعجة للاحتلال الإسرائيلي لسبب بسيط لأن جوهر وجود السلطة الفلسطينية هو مرتبط بمدى تقيدها بسقف أوسلو إذا خرجت عن سقف أوسلو بمعنى تمويل هذه السلطة مصاريفها موازنتها لكن حتى الرئيس محمود عباس قال بأنه أوسلو لم تعود مجدي في السنوات الأخيرة في أنه صار حالة فلسطينية غريبة جدا أنه عندما تستمع إلى الخطاب السياسي بمعنى التصريحات السياسية الرسمية وعندما ترى السياسة الرسمية على الأرض هناك فجوة جدا كبيرة أنا برأي كل الخطاب السياسي والمواجهة في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية هي فقط إلها هدف واحد من قبل السلطة الفلسطينية هو محاولة خلق شرعية ما لوجود السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي أمام الشعب الفلسطيني جيد جيد يعني تعتبر أنه كل ما يجري من تصريحات من قبل السلطة الفلسطينية هو مجرد مسرحية في موضوع أيضا متعلق بمثل التطبيق قبل أن ننتقل إلى فاصل لابد من التوقف عنده نشطاء في تونس وأكيد استمعت لما حصل في تونس يقتحمون قاعة مؤتمرات رفعين العالمين السوري والفلسطيني ويمنعون عزم بشارة من إلقاء محاضرة السؤال الذي أود طرحه إلى أي حد لا تزال القضية الفلسطينية هي المحور بالنسبة للشعوب العربية هي بشكل عام نستطيع أن نقول أن هناك ضرر كبير لحق بالقضية الفلسطينية وسواء على السعيد الرسمي أو على السعيد الشعب يجب أن لا نكون رومانسيين زيادة عن اللزوم ونقول بأن القضية الفلسطينية ما زالت هي القلب وهي لا المحرك لها وجود صحيح ولها تأثير صحيح ولكن إذا نظرنا إلى الوضع العام الموجود هو كمان خطير وخطير جدا وإذا استمر لسنوات قادمة كما هو حاصل الآن سيفتت النسيج العربي بشكل عام إذا نظرنا إلى سوريا والعراق واليمن هذه المجتمعات العربية غرقت في قضاياها الخاصة وفي مشاكلها الخاصة وبالتالي على السعيد هذه المجتمعات بشكل خاص لم تعد القضية الفلسطينية هي أولوية ولكن في المقابل إذا نظرنا إلى تونس تونس عندما رحل بن علي أول شعار رفعه الشارع التونسي عندما نزل يحتفل برحيل بن علي قال أنه الشعب يريد تحرير فلسطين يعني صحيح أنه بالوجدان العربي القضية الفلسطينية ما زالت موجودة وغدا لا يعني لا قدر لا لو فيه صار حال مواجهة كما حدث في غزة في عام 2014 أنه سيكون هناك رد مع بعض التفاوت أيضا بتفاوتات بين الدول هذا اللي قصدته أنه هناك دول الآن غارقة بمشاكلها الداخلية الخاصة هناك دول تقليديا يعني لا تتحرك وغير معنية بالقدر الكافي عندما أنت طرحت نموذج تونس أعتقد نموذج تونس لا يمكن تعميمه بشكل عام لأنه نموذج تونس هو يعني هناك علاقة ربما بحاجة إلى حلقة خاصة لنفهم السيكولوجية التونسية اتجاه القضية الفلسطينية وبالتالي مثل كما ذكرت أنه مزبوط أنه هناك تفاوتات بشكل عام ولكن أود أن أقول بالوجدان العربي هناك وجود وهناك تأثير ما زال القضية الفلسطينية ولكن نجب أن لا نطمئن إلى ذلك ونقول بأن لم تتطر سنتوقف الآن مع فاصل قصير وما ثم نعود سيد معز لاستكمال هذا الحوار في آخر طبع مشاهدين الكرام ابقوا معنا من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب أيضا بالسيد معز كراجا كاتب وباحث فلسطيني يرفقنا في هذه الحلقة من آخر طبع لكن قبل استكمال هذا الحوار نتوقف مع فقرة الحدث لهذا اليوم الحياة أسرى يواصلون الإضراب وحماس تقارير وقفه قال النطق باسم مركز أسرى فلسطين لدراسات رياد الأشقر إن أسرى حماس علقوا إضرابهم بعد اتفاق مع إدارة السجون يقضي بالاستجابة لمعظم مطالبهم الإنسانية العادلة وأضاف أن قادة سخبرات السجون تداعو إلى لقاء مع قادة الحركة داخل السجون وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتعليق أسرى حماس إضرابهم مقابل الاستجابة لمعظم مطالبهم التي تمثلت في وقف كل أشكال التفتيش المهين والمذل ومنها التفتيش العاري وتحسين شروط حياة الأسرى في سجن نفحة وذلك بزيادة التهوية وتخفيف الازدحام وغير ذلك كما اتفق الطرفان على إعادة الأسرى الذين جرى نقلهم إلى أماكنهم والاستجابة لبعض المطالب الحياتية الأخرى مثل السماح بإضافة قناة فضائية أخرى وإدخال الكتب للأسرى من خلال زيارات الأهالي ولفت إلى أن قرار تعليق الإضراب لا يشمل إضراب 120 أسيرا من الجبهة الشعبية في مقدمهم أمينها العام النائب أحمد سعدات وهم يخضون إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع تضامنا وإسنادا للأسير بلال كايد الشرق الأوسط المشهدان والمطلق أبرز المرشحين لخلافة لجبوري تضربت الأراء بشأن مصير رئيس البرلمان العراقي سليم لجبوري داخل تحالف القوى العراقية فقد أبلغ مصدر مطلع ومقرب من زعيم كتلة متحدون أسام النجيف الصحيفة أن الاجتماع الذي عقد أمس في منزل النجيف ناقش التداعيات التي ترتبت على استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي والاتهامات التي ساقها نحو رئيس البرلمان وعدد من البرلمانيين ورجال الأعمال المقربين منه وما يمكن أن يترتب عليها من آثار سلبية على كتلة تحالف القوى العراقية وعلى عمل الدولة وقال المصدر المطلع أن الاجتماع كان صريحا جدا وقد جرت مناقشة مسألة إقالة لجبوري بعدما ثبت للجميع أن إدارته للبرلمان لم تكن موفقة وهو ما أدى إلى خلق المزيد من الاتصراب سواء على مستوى الجلسات أو القوانين أو الدور الذي كان ينبغي أن يؤديه البرلمان مشيرا إلى أن الجبوري تعهد بنفسه تقديم استقالته من رئاسة البرلمان لكنه ينتظر كلمة القضاء وهو ما رفضه المجتمعون من منطلق أن القضاء ربما لا يقول كلمته إلا بعد مرور وقت صويل وبشأن ما إذا كانت هناك أسماء مرشحة كبديلا عن الجبوري قال المصدر إن من بين الأسماء لشغل هذا المنصب أحمد المساري رئيس كتلة تحالف القوى ومحمود المشهداني رئيس البرلمان الأسبق وحامد المطلق القيادية البارز في اتلاف الوطنية مؤكدا أن يوم غد سيشهد عقد اجتماع موسع لنواب ووزراء وقازة كتلة تحالف القوى لكي يجري التصويت على الأسماء المرشحة وينضم إلينا الآن سيد مروان عبد العال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت سيد مروان عبد العال أهلا بك سنبدأ من الوضع الصحي للأسير بلال كايد بعد ما قال رئيس الهيئة الوطنية الأسرة والمحررين بأن وضعه أصبح قنبلة صحية موقوطة هل هناك من خطوات من قبلكم من قبل السلطة الفلسطينية من قبل فصائل فلسطينية أخرى غير بالطبع التضامن الذي يقوم به الأسرة هل هناك من خطوات للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير كايد صباح للخير لك صباح نور ولجميع المشاهدين أهلا بك وهي مناسبة لتوجيه يعني التحية لوقفة الحركة الوطنية الأسيرة ولهؤلاء الأبطال الذين يبرهنون كل يوم لأنهم عبارة عن رمزية هذا التحرر الوطني وهم غير قابلين لأي محاولة للكسر الآن العدو الصهيوني يضرب بعرض الحائط يعني كل المسائل المتعلقة بالجانب الإنساني وغيره وبالأساس يعني ينتهك حقوق الإنسان منذ أن زجبهم في السجون وأيضا منذ أن انتهى حكم الإداري الحكم لضيق بلال الكايد ثم أحاله إلى الاعتقال الإداري بدون أي وجه حق وبالتالي يعني هذه مسألة نعتقد أنه يعني على الجميع أن يدرك يعني طبيعة هذه المعركة وحق هذه المعركة الآن الوضع الصحي للربيق بلال الكايد وأيضا الوضع الصحي للربيق عاهد أبو غلمي وأيضا للمناظر الأحمد سعدات ونحن نعرف ظروف الاعتقالات والزنزين وبالتالي العدو يحاول أن يستغل مثل هذه النقطة هل هناك تخديدات يتعرض لها الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات من إدارة سجون الاحتلال للعدول عن تضامنه مع الأسير بلال كايد يعني بالتأكيد هذه الخطوة لها رمزية كبيرة بأن المعركة تأخذ الآن أنه أمين عام وقائد أمين عام لفصيل فلسطيني وهذه الضغطة الرمزية وطنية أيضا بصراحة يتطرح سؤال له علاقة بالبعد الوطني الكامل حول طبيعة هذه المعركة يعني هذه المعركة يجب أن لا تكون فقط مختصرة على أسرى الجبهة الشعبية لتحريف فلسطين برد النظر هي ارتفعت إلى أكثر من أربعمائة أسير يخضون معركة الإضراب عن الطعام ولكن المعركة يجب أن تطالل كل الوطن الفلسطيني سواء كان أسرى بقية الفصائل وهناك لا فرق الجلد واحد وبالتالي المحتل الواحد وعلينا أن نبدأ هذه المعركة لأنها تستعيد بوصرة فلسطين سيد مروان عبد العالي أنا سألتك سألتك إن كان هناك تهديدات إن كان هناك تهديدات يتعرض لها سواء كانت السلطة الفلسطينية أو غيرها هل هناك تهديدات يتعرض لها الأميرة عام الجبهة الشعبية الأسير أحمد سعداد من قبل إدارة سجون الاحتلال إضافة السجون دائما تعرض يعني الأمير العام لمحاولات الضغط وللتهديدات منها مسألة العزل الانفرادي والذي بقي فيه الجميع يعرف يعني لمدة سنوات والآن هناك محاولة لتهديد إبعاده إلى السجن آخر وبالتالي محاولة تعزله عن الحركة الأسيرة حتى لا يقوم بهذا الدور القيادي في متابعة مثل هذا الأمر نحن نقول أن هذه مسألة أيضا الجبهة الشعبية تحريف فلسطين لديها حساباتها وبالتالي هي في معركة مفتوحة مع هذا العدو ويعرف العدو يعني أننا لا نسكت على ظايم ولا يمكن لنا أن نقبل بأي كسر لكرامة شعبنا وأسرانا وخاصة مننا العام طيب ما هو تعليقك على توقف أسرى حركة حماس عن الإضراب عن الطعام بعد تلبية مطالبهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعني أعتقد أنه من المفيد الانتباه كما قلت أن هناك محاولات للضغط لكسر الإراضي هناك إغراءات تقدم لكي لا تمتد هذه الانتفاضة انتفاضة الأسرى داخل الزنازين والسجون إلى كل الوطن الفلسطيني وبالتالي عند الدخول الآن بمغريات من هذا الناور أعتقد أن هذا هو ناورة إسرائيلية أنصح بعدم الوقوع بها لأنها أولا وأخيرا هي تحبط أيضا يعني كل المحاولات التي تريد أن تنتزع يعني فرير ومطالب لهؤلاء الأفصال نحن لا نريد لأي إن كان أن يستفرد في هذه المسائل هناك قيادة جماعية موجودة داخل السجون وأعتقد من المفيد العودة إلى يعني هذه القيادة في هذه المسائل ولا يعني بالعكس ما يضر هو الدخول بحسابات خاصة وحسابات تنظيمية شكرا جزيلا لك سيد مروان عبد العال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان شكرا على هذه المشاركة معنا أعود إليك سيد معز كراجا طبعا فيما يتعلق بموضوع توقف حركة حماس أو أسرى حركة حماس عن الإضراب عن الطعام هل توافق السيد مروان عبد العال بأن هذه مناورة ربما تكون مناورة إسرائيلية؟ بكل تأكيد يعني الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما بأن قضية الأسرى بشكل خاص لها ما كان في الوجدان الفلسطيني ولها قدر على التأثير الكبير في الشارع الفلسطيني وإذا عدنا لسنوات سابقة يعني استطاعت قضية الأسرى أن تحرك الشارع الفلسطيني في أكثر من مناسبة وهناك أكثر من هبة كما كانت تسمى حدثت بسبب قضية الأسرى وبالتالي هذا الإدراك من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمركزية القضية للقضية الأسرى في الوجدان الفلسطيني وقدرتها على التحرك الشارع الفلسطيني بلا شك يدفعها الآن لإتباع سياسة معروفة عن الاحتلال الإسرائيلي وهو تفتيت حالة الإجماع التي تشكلت وبدأت تتبلور وتتشكل أكثر فأكثر داخل السجون الإسرائيلية أعتقد بعد إدراب الأسير كايد هناك دخول أحمد سعدات يشكل نقلة نوعية ويشكل تأثير كبير داخل حركة الإدراب وقد يستقطب فيما بعد رموز أخرى داخل السجون الإسرائيلية رموز من الحركة الأسيرة للانضمام لهذا الإدراب فبالتالي إذا حدث ذلك مع وجود حماس ضمن هذا الإدراب إذا حدث ذلك الاحتلال الإسرائيلي يدرك بأن هذا سيكون سبب مباشر وخطير جدا لتحريك الشارع الفلسطيني وبالتالي انفجار الأمور وربما انفجار انتفاضة ونحن ندرك يعني نعلم أنه بشهر نوفمبر شهر 11 الماضي حدثت هناك بدأت الانتفاضة تتدرج خرجت من القدس إلى الخليل وامتدت وحدثت أحداث المهاجمة بالسكاكين من قبل الشباب وانفجرت الأمور في معظم مدن الضفة الغربية والآن وطيرتها تراجعت بشكل كبير وهذا موضوع آخر لماذا تراجعت يعني برأيك أنه توسع حالة التضامن تضامن الأسرة مع الأسير بلال كايد قد تنعكس على الشارع هو بكل تأكيد أنه ستنعكس على الشارع الفلسطيني لما كما أسلفت قضية الأسرة هي قضية حساسة جدا بالنسبة للشارع الفلسطيني لأنها تمس معظم الأسر والأفراد الفلسطينيين وبالتالي قدرة الاستجابة أو درجة الاستجابة من خبل الشارع الفلسطيني لهذه القضية هي درجة كبيرة وممكنة جدا أن تؤدي إلى انفجار الأمور بالتالي أعتقد السياسة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي حاليا والعقلية التي يفكر بها حاليا هي محاولة تفتيت الحركة الأسيرة من الداخل وبالتالي إذا طبعنا الأخبار قبل قليل ما ذكر بالصحف أنه إدارة السجون الإسرائيلية استجابت لمعظم مطالب حركة حماس هذه الاستجابة متوقعة ولا أستبع أنه فعلا تم الاستجابة بهدف أساسي هو في الأساس توقف عن طعام لم يكن خطوة تضامنية في الأساس هو لم يكن خطوة تضامنية إنما لمطالب كما تحقيقها من قبل إدارة سجون الاحتلال صحيح ولكن هذا إذا نظرنا بالمعنى الفئوي والمعنى الضيق لهذا الإدراب ولكن عندما ذهبت أسرع حماس عندما ذهبوا إلى إدراب لتحقيق مطالبهم وليس للتضامن ولكن بعد ذلك حدثت حركة تضامن وتمتدت حركة الإدراب داخل السجون الإسرائيلية فأعتقد بأن الخطوة المتوقعة والوطنية بعيدا عن حسابات الطرف هذا أو الطرف هذا داخل حركة الأسيرة الخطوة المتوقعة على الصعيد الوطني هو أن تبقى حماس ضمن هذا الإدراب لأن وجودها سيخدم بشكل أساسي مطالب بقية الأسراء دعني أستمع الآن لوجهة نظر حركة حماس في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سيد حازم قاسم ناطق الإعلامي باسم حركة حماس أهلا بك سيد حازم قاسم أريد أن أعرف الأسباب التي جعلت أسرى حركة حماس يتوقفون عن الإدراب عن الطعام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الإدراب عن الطعام الذي خضطه حركة حماس في السجون كان له سباب محددة بعد الهجمة الشرسة التي شنتها مصلحة السجون ضد أسرانا وسياسة التفكيش العاري والإذلال الذي تعاملت به مع أسرانا خاض أبنائنا هذا الإدراب لمدة ربنا على هذه السياسة ثم خضعت مطلعة السجون وتوقفت عن كل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بذلك كانت إدرابنا محددا بمطالب محددة أو ربنا على الهجمة الصهيونية عليهم فكانت تراجع الإسرائيلي فكان وقف الإدراب لكن هل من المصلحة برأيك أن يقوم أسرى حركة حماس في هذا التوقيت الذي يخوض فيه بقية الأسرى تضامن من خلال إدراب عن الطعام مع الأسير بلال كايد هل من المصلحة أن يتوقف أسرى حركة حماس عن الإدراب عن الطعام في هذه اللحظة في هذا التوقيت نعم أولا الإدراب عن الطعام الذي يتخذه لمناظر بلال كايد ورفيق سعادات وكل الغفاق هناك هي إدرابات فردية لها مطالب محددة الحركة الأسيرة عموما تاريخيا لا تدخل في إدرابات مفتوحة شاملة تضامن مع كل فرد يضرب عن الطعام الأسير محمد القيق شرف على الموت ولم تدخل حركة حماس الحركة الأسيرة لحماس في إدراب مفتوحة عن الطعام الإدراب الكامل لكل الفصائل يحتاج إلى استراتيجية محددة يحتاج إلى توافق فصائلي مع كل مكونات الحركة الأسيرة يحتاج إلى أعداد طويل ويستمر لأشهر أعداد مثل هذه الإدرابات يحتاج إلى تغطيات كبيرة في الداخل والخارج وفقات سياسية في الداخل والخارج بالتالي نحن مع مطالب الرفاق الذين يضربون عن الطعام نقف خفز كل هذه المطالب ندعمهم بكل وسائلنا المتاحة لكن الإدراب المفتوح الكامل يحتاج إلى تنسيق أعلى وتنسيق أوسع يأخذ مدى زمني أكبر لا نستطيع أن ندخل في إدراب مفتوح بعد أن نضرب كل واحد إذا كان هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق والاتفاق أصلا يتعذر في كل شيء في فلسطين بين الفصائل طبعا الفصائل الفلسطينية ألا تعتقد بأنه ربما هذا الأمر لو كان هناك تضامن أوسع من كل أسرى التابعين للفصائل الفلسطينية ربما يكون ورقة ضغط كبيرة على إسرائيل وإسرائيل أيضا لبت مطالب أسرى حركة حماس كي لا يستغل هذا الموضوع لأنها تعلم حجم الضرر الذي سيلحقها من تضامن جميع الأسرى مع الأسير بلا كايد أسرى حماس ليس واحدة في السجون هناك أسرى لكل الفصائل أنا أقول لك بكل فراحة في حال توفقنا على الحد الأدنى من المطالب المحددة والتنسيق في أي إضراب قادم أو أي حركة نضالية تخص الأسرى نحن نجاهزون أن نكون في طليعة من يضرب عن الطعام ويقف في وجه مصلحة السجون تعرف أن حماس موضوع الأسرى هو موضوع استراتيجي ملفهم موجود على طولة القيادة السياسية والعسكرية دفعت ثمن كبيرا من أجل إتمام صفقات مشرفة كان آخرها صفقة وفاء الأحرار الآن تخوض حماس وقطاع غزة حصارا وحربا أمنيا للاحتفاظ بالأسرى كي نتمم صفقة مشرفة ثانية صفقة وفاء أحرار اثنين التالي نقدمنا وسنقدم وهذا حق الأسرى علينا كثيرا من التضحيات من أجل الأسران الأبطال حينما نرى أن هناك مصلحة حقيقية متحققة هناك توافق ولو بالحد الأدنى أنا أعدك أن الحركة الأسرة لحركة حماس ستكون في طليعة الجهات المناضلة داخل الشجون وتدخل هذا سيد حازم الرئيس أبو مازن قبل قليل قال بأن الانتخابات المحلية ستجرى في موعدها حركة للميادين طبعا حركة حماس كيف تتهيأ لهذه الانتخابات حركة حماس طرف الانتخابات فرصة أو نموذج يمكن أن نقدم لشعبنا في العمل المشترك لتخصيف أثار الانقسام خاصة بعد تنكر حكومة الوفاق لالتزاماتها تجاه غزة نتطلع أن يكون نموذج العمل المشترك المهني بعيدا على الاعتبارات الحزبية والفصائلية نحن نتحرك في كل المجالات للاستعداد لهذا العرص الديمقراطي شكلنا تواقمنا في كل المجالات نعتبر أن الانتخابات ستجري في موعدها لا ننتفت لأي تصريح هنا أو هناك هذا استحقاق في شعبنا الفلسطيني وأنا أقول لك ليس من رئيس عباس ولا من حماس أن تجري الانتخابات حق الجمهور أن يختار ممثلي في الهيئات المحلية في المجلس التشريعي في الرئاسة المجلس الوطني هتبقى أن هذه عرص ديمقراطي عرص وحدوي سنحرص عليه ونعمل على أنه سيكون بإذن الله تعالى في اكتوبر هكذا قررنا في حماس شكرا جزيلا لك سيد حازم قاسم ناطق الإعلامي باسم حركة حماس شكرا على هذه المشاركة أعود إليك سيد معز كراجة في الدقيقة المتبقية من هذه الحلقة فيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي ستجري في تشرين الأول هل ستعكس برأيك هذا التنافس على النفوذ أم بالفعل ستكون خدمتية كما يجب أن تكون هو بشكل أساسي من المؤسف أن الحالة الفلسطينية وصلت إلى الوضع بمعنى أن السلطة الفلسطينية كمؤسسة هي فارغة المضمون لا تستطيع أن تؤثر هي بالأساس مشروع كان مشروع وطني رؤية وطنية للوصول إلى حال وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بخلال خمس سنوات تتحول إلى دولة ولكن نحن الآن بعد عشرين سنة ما زالت السلطة الفلسطينية تحولت من خطوة ومن مشروع لتصبح هي مؤسسة بحد ذاتها وهدف بحد ذاتها وأعتقد أنه من المؤسف أيضا أن حماس ما زالت مصر على البقاء ضمن هذه المؤسسة هي خادت تجربة الانتخابات عام 2006 بهدف كان شعارها التغيير والإصلاح قالت أن هناك فساد ويجب مواجهته وحماية الشعب الفلسطيني من هذا الفساد ومع التمسك بمشروع المقاومة ولكن عندما دخلت استضمت بحقيقة أنه لا يمكن أن تدخل ضمن صقف أسلو ضمن مظلة أسلو وفي نفس الوقت تحافظ على مشروع المقاومة وبالتالي نتيجة هذه السياسة والمراوة التي اتبعتها حماس هي الآن تقف في الزاوية في قطاع غزة ومشاركتها ودخولها في الانتخابات أعتقد هو استمرار في هذا الطريق أو ممكن تسميته في هذا التوهان الانتخابات البلدية هي في النهاية لا يمكن أن نقول أنها تعكس توجهات الشارع الفلسطيني السياسية لسببين السبب الأول أن الشارع الفلسطيني لم يحكو محكوم فقط بخيار والثاني والسبب الثاني أنه هذه أعتقد أنه نسبة مشاركة الشارع الفلسطيني في الانتخابات البلدية ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة شكرا جزيلا لك سيد معز كراجا كاتب وباحث فلسطيني أشكرك على المشاركة معنا في أخر طبع وبالطبع مشاهدين الكرام نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر